سيد الرئيس أيضا سؤال صراحة يعني البيروقراطية قاتلة سيد الرئيس في البلاد يعني بيروقراطية قاتلة الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون في الكثير من الأمور نتحدث من مناصبنا في الإعلام يمد تعليمات صار ما كذا كذا ربما في العديد من الأمور عشرة بالمئة سيد الرئيس ما تتطبقش منها والأمر طال سيد الرئيس ما هو الحل سيد الرئيس ترسخ في الأدهان وترسخ في شخصيات تعالى الناس يعني كما يقولون من شبه على شيء شبه عليه ناس ممارسات 30-40 سنة ممارسة سلطة ويوم ممارسة مشبوهة تعالى المشكل إدارة نحن مارسنا الإدارة فيه الإدارة الناس وطنيين فيه ناس اللي يعني يخافوا حتى ولو ما يخافوش منه من يخافوا من الله عز وجل عارفين للأمر ولكن فيه يعني ناس توغلين داخل جهاز إداري ليصبحوا يعني بتقربهما السلطة دولة داخل دولة دولة داخل دولة ورعا لهم بالميرسال شوف الإنسان أنا أعطيك مثال بعض تصرفات مع التصرفات ما تفهمهاش السيد يمشي باش ياخد حقه في شباك من شبابك شبابك الإدارية بلدية ولا ولاية ولا كذا ومجرد ميلح في الطالب الأخر يقول له يعني يتزايدوا في الكلام وبعد يقول له راح شكيل تبون هذه التصرفات هذه اللي تعمر لحباس ويقول لك حالي التعبير هذه التصرفات هذه مؤخرا طائرة ماشية من وهران الجنوب مئة مقعد فارغ شباب كانوا بشيركبوا تزايدوا في كلام قلهم بلا استغفر الله بلا ربي ما يركبوا واحد ومشى الطياران السافرة أصرف هذا كتشوف بابور يجز 1500 جزائري هما مغبونين في ميناء أجنابي يجي البابور في 82 نحبسوه هنا ونعودو نرجعوا للمقطع هذا أول حاجة وكما تعرفوني دايما منصف نحاول دايما أن أكون منصف أنا شفت بعض الناس وعلى القولي وقالوا باللي راهوا كفر في هذه لما قال الحقيقة أنا ناقل الكفر ليس بكافر حتى الإنسان لما ينقل الكفر موش كافر لكن اللي تمسوا في هذه هذه اللي قالها هو بالطريقة هذه وهذه لا تصلح برئيس يعني موش كلام انتع رئيس كلام تعسوق عاودو كلام تعشارع عاودو ما تليقش بما يسمى الرئيس إحنا طبعا ما نعترفوش به إحنا قلنا رؤساء البلديات والله أفضل منه والله فيه رؤساء بلديات في الجزائر لا أعقل منه وأفضل منه ولو كان حطهم يديروا البلاد خير منه كاين الناس قالوا أنا لا أعتقد وهذا كما يقال ناقل الكفر ليس بكافر لكن لا يصح مما يسمى بالرئيس أن ينقل هذه الكلام وهلي غاثتو الأخرى قال لك في بلدية قال له رحش كلتبون غاثتوكي قال له رحش كلتبون وقال لك هذه مش حرية التعبير ما يقول لك بالله هذه حرية التعبير ما يفهمش واش معنى حرية التعبير ليس هذا سوء أدب ليس حرية التعبير هذا موظف سيء سيء السلوك في الإدارة اللي نتخريج الإدارة الإجرامية هذه والإدارة الفاشلة في الإدارة فيه قوانين تعالى العقوبات للموظف عندما يرتكب خطأ هذا موظف ارتكب خطأ مسؤوله المفروض يجي عقبه كان عقوبات في الحالات هذه تصل المرات إلى التوقيف مدة شهر عدم دفع الآجر مدة شهرين مثلا أعطاء توبيخ أو إنذار والمرة الجاية يتم طرده مثلا لكن غير اللي قال له رحش كلتبون ولا مشكلة لأنه استذكر أسمك هنا فقط سيء السلوك لكن كاي النقطة الأخرى أهم اسمعوا أهم لي هذه أمور كلها اللي تخلق يعني جو مكهرب داخل المجتمع باش يقول له هذه هذه تعلباخر 1500 جزائري هما مغبونين في ميناء أجنابي وما خالده يجي البابور في 82 شخص هذه أمور كلها اللي تخلق يعني جو مكهرب داخل المجتمع باش يقول له هذه هي الجزائر الجديدة لكم أمنين بها مقصودة سيطرة مقصودة بالطبع مقصودة والله ما نطالق واحد هذا ما كان اللي يحب الكرامة والاحترام يحترم هذا الشعب هذا ويحطر القوانين الجمهورية ماش ناس تدرس وتفوت في مجلس حكومة ومجلس وزارة ونقرروا ونجي عندها هو يربط عليها هنا نزج النقاط لدينا نقطة أولا على قضية الباخرة من الباخرة وقال كانت مقصودة إلى آخره الباخرة كما تعرفوا هذا اللي كان رئيس الجيري فيري هذي الجيري فيري والله الجيري فيري وقيله مش بالإنجليزي بالفرنسا هو الجيري فيري هو نسيب به جبار مهنة وتمت الإيطاح به بعد مجال بابور فيه ثمانين واحد ويرفد الف وخمسمية كما قال وسجنوه لكن بعد نقلبة الأمور خرجوه لأن جبار مهنة بنفوذه جبار مهنة الإجرامي الرهيب أحد كبار الإجراميين في التسعينات حرق لحرق منطقة القبيل في الـ 2021 بنفوذه والمخابرات الإرهابية خرج نسيبه وتقلبت قال لك لا لا رهوموش المسؤول المدير العام رهوم مسؤولين اللي كانوا يخدموا معه وهنا تبون ما راش عارفين درك ضغطه عليه باش هو ثاني يتراجع والله هو غير طريق على كل حال هو واجهة ليس أكثر لكن نقطة الأخرى قال لك تتخذ قرارات وزارة ولكن في الإدارة ما ينفذوش دولة داخل الدولة لماذا؟ لم يكنش دولة أصلا كي المافيا وهذا المافيا موجودة مافيا عسكرية وعندها يدها المخابرتية والإدارة الفاسدة كي نختبوط تعفسات وأنا نقول لها لك والله ويجي أفضل حاكم اليوم في العالم على رأس الإدارة القائمة والنظام القائم في الجزائر لن يستطيع أن يفعل شيء ولذلك أنت تكذب على الناس أنت جابوك لأن مكانك كان المفروض يكون ما بينه يحيى وسلال في السجن فأنت خفت ومن جي أحد أخرى رئيس دولة أشكون كما أنت القيد صالح جابك وكان باش يخدم بيك مليح من الخلف أو ذلك خليفته ولا يخدم بيك مليح من الخلف تبقى المافيا العسكرية وعندها واجهة مدنية ليس على شكلة الكارثة التعسيسي لدارها لا يوجد الإدارة القائمة في كافة المستويات المركزي والولائي والبلدي والشرطة والدرك والجيش الإدارة فاسدة تماما الحراك هو الحل لأن الحراك سيحدث ثورة تغييرية جذرية تطيح بـ 40-50 ألف من المسؤولين في الإدارات إذا توسعت وإذا حبت تكون أقل في كلمة يتنحها وقع 5 ألف تطيح بـ 5 ألف مسؤول وتضع بدلهم مسؤولين حقيقيين من بعد يقول لك من يجرع على الفساد إذا صالوا حلقائي إذا كنت أنت فاسد مدة 52 سنة إذا كان ابنك متهم معا اللي جايب سبع قناطر كوكاين إذا كان زوجتك متهمة أيضا في التعاملات إذا كانت متهم في قضية لما كنت وزير سكن والنهب اللي ديته من عند الأتراك رب يعلم به خاصة والإسبان والكوريين وغيرهم وكان قال هالك ويحيا حتى وهو الكذوب لكن صدق في هذه إذا كان بالجود اللي رك تجري باش ديره رئيسه وزراء والكابرانات اللي شادين لبلاد الجنرالات رغم ديري لك ما زال ديري لك نيات لا بالجود اللي هو حافظ الأسرات تع النهب وانت الرشاوي وانت شكاير وانت وانت تريد أن تزيد جيبه لأنه عارف كل شيء هو اللي يدير التعاملات لما كالرئيس ديوانك لعدة سنوات وانت في وزارة الاقتصاد كان هو يقوم لك بكل الصفقات المشبوهة إذا كانوا هذون هم المسؤولين وانت واحد منهم وزير الداخلية ووزير الخارجية والوزير كلهم تقريبا وأغلبية الولات وأغلبية الكوميسار وأغلبية الجنرال منين يجي منين متوليش إدارة فاسدة منين من أين يكون الصلاح لكن من يجر على الفساد إذا الصالح القائد من هذه هي الحقيقة أما إذا فسد القائد فإن كل الناس تفسد والناس على دين ملوكهم ترجمة نانسي قنقر